دولتي معاد مجز الأهم الأخبار مع دينا تفضل دينا مشكرك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم يمر الآن بأزمة لم يشهدها منذ عشرات السنين مضيفا أن الحكومة تعترى في هذه الأزمة فرصة للعمل على الإصراع في بعض المصارات المهمة وعلى رأسها قطع الصناعة والتصدير تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع نعقدهم مع الرؤساء ومسؤول المجالس التصديرية بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بأحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بالتعاون والتنصيق مع المجالس التصديرية لأعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها مضاعفة الصادرات على أن تكون هناك ورقة عمل خاصة بكل مجلس تصديري على حدة وكلف مدبولي بسرعة الإعلان عن الأراضي الصناعية المتاحة وآلية التخصيص بنظام حق الانتفاع وكذا آلية الشراء ونظام السداد وإجراءات تيسير الحصول على الترخيص قال المفاوض الروسي فلادمير ميدينيسكي إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا وأضف ميدينيسكي مستشار الكرامل المسؤول عن المفاوضات مع كيف أن تجميد المحادثات كان بموادرة من أوكرانيا معتبرا أن الكرة أصبحت الآن في ملعب كيف وجرت مفاوضات بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي لكنها لم تحرض أي تقدم يذكر حضرت تيكيف من وضع نمؤلم وصعب في مدينة سيفيرو الدانتسكة وهي واحدة من آخر المدن الكبرى في مقاطعة لهانسك الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية وأوضحت السلطات الأوكرانية أن المدينة أصبحت ماريوبول جديدة على حد توصيفها مشيرا إلى أن القوات الروسية تحاول تطويق المدينة الاستراتيجية في محاولة للسيطرة على كل لوهانسك وأضفت السلطات الأوكرانية أنه تم تدمير جسر في سيفيرو دانتسك مما زاد من صعوبة إجلاء الأشخاص وجلب الإمدادات أكد مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن جاز بوريل أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى قوات مسلحة أوروبية لضمان أمنها وأوضح بوريل أن البيئة الأمنية الجديدة تظهر أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها واعترف بوريل أن مغزون المعدات العسكرية لدول الاتحاد قد استنفد فيما يتعلق بتقديم المساعدة لأوكرانيا مشيرا إلى أن ذلك هو أوضح مثال على أوجه القصور في دفاع الاتحاد الأوروبي وصلت طائرة شحنة عسكرية إلى الولايات المتحدة حاملة أو الشحنة من حليب الأطفال من أوروبا لمعالجة النقص الحاد وقال مستشار الأقصدي للبيت الأبيض براين ديزي إن شحنات أخرى من الحليب المجفف ستصل قريبا على رحلات أخرى وتواجه الولايات المتحدة نقصا في حليب الأطفال منذ عدة أشهر بسبب مشاكل الإمداد وإغلاق أحد المصانع بعد سحب منتجات يشتبه في تسببها دوافات رضي عين ولجى الرئيس الأمريكي جو بايدن أسبوع الماضي إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة للمساعدة في زيادة الإمدادات من حليب الأطفال حضر رئيس الأمريكي جو بايدن على هامش جولته الأسيوية من أن التأثير انتشار جدر القردة الذي رصد في 12 دولة أوروبية وفي أستراليا وكندا والولايات المتحدة أيضا قد يكون له التداعيات وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لم يبلغ بمستوى تعرض الولايات المتحدة لهذا الفيروس بشكل كامل من قبل مسؤولي الصحة في بلاده وقال بايدن أن هذا الأمر يجب أن يثير قلق الجميع قالت منظمة الصحة العالمية أن حالة الإصابة بمرض جدر القردة لذا البشر ارتفعت إلى 92 حالة وأكدت المنظمة أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بهذا المرض وتنتقل عدوى جدر القردة وفقا لمنظمة الصحة العالمية عن طريق الاتصال الوفيق بشخص المريض وبالتالي يمكن أن يصاب به الجميع ولا يوجد علاج الجدر القردة الذي يتعافى منه المصابون عموما بشكل طبيعي وتستمر عوارضهم بين 14 يوما و21 يوما اكتحت فيضانات جديدة جنوب أفريقيا أدت إلى نزوح نحو 500 شخص على ساحلها شرقية وأوضحت السلطات في جنوب أفريقيا أن الفيضانات الجديدة ألحقت أضرارا في البنية التحتية مشيرا إلى أن بعض المناطق لا يمكن وصول إليها وتحولت إلى جزر وشهر ماضي اكتحت جنوب أفريقيا فيضانات مدمرة غير مسبوقة خلفت 450 قطيلا وتسببت في فيضانات وانزلقت تربة وظل الناجون عشرة أيام محرومين من مياه الشرب انتهى موجة الثامنة فاصل ورد لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر